نسمع في البيوت عجب تقف الأم على رجلها ثم تذهب إلى المطبخ ثم تصنع الطعام وبعض بناتنا إلى الآن تجدها كأنها أميرة في الغرفة جالسة وتنتظر أن تأتي أمها بالطعام حتى تقول يا فلانة تعالي إلى الغداء يا فلانة تعالي إلى العشاء تنتهي من الوجبة ثم ينتظرون الأم أن يحمل هذا الطعام وتذهب به إلى المطبخ مرة أخرى والله إنه عقوب من أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة أبعده الله فكان في النار قل آمين قال صلى الله عليه وسلم آمين والحديث في المسند إذن كم قصرنا في جانب البر بالوالدين اعلم يا من تعق والديك أنت مهدد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكفر الدنوب اليوم يقول الإمام أحمد رحمه الله بر الوالدين كفارة للكبائر